تعالوا نعمل صلطة التماطم هنعمل صلطة التماطم كده حلوة هي نوع من أنواع المقبلات طبق جانبي عتبروها من الصلطات زي ما انتو حابين هي حلوة وفتح كده للشهية وطعمها طحفة مختلفة هنعمل صلطة التماطم المقلية تعالوا نشوف محتاجين لها ايه محتاجين عندي تماطم هوريكو هنقطعها ازاي وفلفل رومي وفلفل حار وطوم وخل وملح وكمون وطوم بودر وبصل بودر مقدير بسيطة وسهلة جدا هقول تاني تماطم فلفل رومي وعندي فلفل حار وطوم وخل وملح وفلفل وكمون وطوم بودر وبصل بودر مقدير بسيطة جدا اهم حاجة التماطم اللي انا هشتغل بيا في الوصفة دي عايزة التماطم تبقى مسكة نفسها يعني عايزة التماطم تبقى مش مش طرية مش مستوية قوي وفي نفس الوقت انا هقطعها تخيمي يعني السمك بتاع التماطم بصوا الشرايح بتاعتها محملة بالشكل ده مش شرايح رفيعة دي اهم نقطة تبقى التماطم مش طرية مش مستوية وفي نفس الوقت انا هايزة الصوم كده متبقاش رفيعة تمام تعالوا بقى ايه هقرب كل المقادير كده ونبدأ نشتغل الوصفة دي ممكن نشتغلوا بزيت عادي زيت زتون سمنة زبدة براحتكو خالص اشتغلوا باي مادة دهنية انتو تحبوه ماشي انا هحط فيها كده شوية زيت زتون تمام حطوا بقى اللي انتو حابين تحطوه زيت زتون زيت عادي معلقة سمنة معلقة زبدة براحتكو خالص وهبدأ احط التوم بالشكل ده كده والفلفل حط شوية الفلفل الرومي وشوية الفلفل الفلفل الحار واخد بالي بسرعة كده عشان التوم عندي مي حروقش مني اهو بشكل ده وابدأ كده ايه احمرهم في شوية الزيت اللي انا نزلتوهم كده بالشكل ده خلاص الفلفل والتوم خلاص يبقى حطيت شوية زيت او سمنة او زبدة على حسب ما انتو تحبو وحطيت معاهم فلفل حار ورومي بصوا اهو بالشكل ده وهديها تقديبة كده انا عايز احمر التوم مع الفلفل بالشكل ده كده شايفين استنيت دوم التوم كده ياخد لون دهبي وبعدين هنزل عليه بالخل تمام نزيله كده تحميرة خلاص بقلونه بصوا دهبي زي ما انتو شايفين كده هنزل عليهم بشوية خل بالشكل ده اهو حوالي ربع كوبية من الخل كده بالشكل ده هخلي كل الكلام ده كده يغني مع بعض وهحط فلفل اسود ملح ممكن تحطه على فكرة مكعب مرأ لو حابين هحط طوم وبصل بودر وهنحط كمون صباح الفل صباح الخير ازايك حبيبتي عامل ايه الحمد لله تمام دايما يا رب الحمد لله حبيبتي كله زي الفل والله كله جميل تسلم ايدي كافي الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك اجلي بكله تحصل صراحة الله يخليك يا حبيبتي تسلمي والله ده من زوقك وحبيبتي حبيبتي تسلمي يا رب الله يخليك اه بقول لها حضريتك انا عايزة اعرف طريقة البزة حاضر ودي حاجة تاني كنت عملتها قبل كده الفطير المشالتت تمام عملته ونشف مني جدا ومعرفش في حاجة من تبطيش مع ايه حاضر هنعمل كل خطوات تحت الفطير المشالتت هنعملها كمان قدام بعض عشان الفطير المشالتت محتاج يتشاف يعني مهما شرحته لك لأ محتاج في تفاصيل كده محتاجة تتشاف فالفطير المشالتت من حاجات ان شاء الله هنعملها مع بعض الفيزة هقولها لك حاضر عناي يا حبيبتي وبرضو احنا عملنا حلقات كتير جدا على الفيزة تقداري ترجع لها عشان تشوفي طرق التشكيل او طرق الحاجات اللي احنا نوعنا فيها في الفيزة كتير جدا حشوات والكلام ده كله وهقولك طبعا عجلت الفيزة تعمليها ازاي والحشوات والحاجات دي تقداري ترجع على قناة اي سي سي على اليوتيوب هتلاقي كل الوصفات هابدى بقى ايه احط الطماطم كده بالشكل ده اقليها كده مع الخلطة دي هارفتوا احنا ليه اصعناها طخينة عشان تبقى محملة بالشكل ده اهو كده اوزعها خليها كده ايه تتحمر شوية الزيت والطوم مع الكمون والملح والفلفل والفلفل الحار والرومي اهو تمام هاتيبها كده تتحمر من الوش ده وبعدين هقلبها وبعدين طبعا هي مش متبهارة خلاص هي كل البهارات بقى اللي في الخل والطوم والملح والكمون والكلام الحلو اللي احنا بهارنا بالخلطة اللي من تحت دي هي دي اللي هتشرب اه هتشربها الطماطم بالخل بالكلام ده كله هتحمرها هنسيبها تحمر على الوش ده وبعدين هنقلبها على الوش التاني نديها تحميرة قبل ما اه نطلعها تبقى تحمرت من الوشين تمام نجيب كده حاجة اقلب بيها عشان كده مهم تبقوا جايبين طماطم محملة وفي نفس الوقت ما تبقاش اه مستوية اهو هبدأ كده اقلبها بالشكل ده ممكن كمان تحطوها في بايريكس وفي الفرن لو انتو يعني حابين تعملوا كده اهو شكل ده اهو بصوا طعمها بقى بجد رهيب من الحاجات المقبلات الحلوة جدا اللي ممكن تعملوها جنب اكل بتاخدش طبعا وقت لان التماطم يعني ما فيهاش اه اي روح يعني اللي هي في ساعتها على طول بتقوم دخلت في السواء اللي احنا عايزين بصوا الوش ده خلاص اتحمر هحمره على الوش تاني وهبدأ ان احنا نقدمه مع بعض هجيب كده مثلا البايريكس ده وديها كده دقيقة على الوش التاني وبعدين ابدأ ان انا احطه وحطه فوقيه الخلطة تعالوا لحد ما تاخد دقيقة تعالوا نجاوب على الاسئلة عندنا الفيتزا محتاجين كيلو من الدقيق ويفضل يكون دي مغبوزات بيدي نتيجة احسن كتير بعد كده هنحط عليه معلقة من السكر معلقة من الخميرة ورشة ملح وربع كوباية من الزيت سواء زيت زتون او زيت دورة عادي وبعد كده هعجن بنص لتر مية دفية بالتدريق ده كده العجينة بتاعة الفيتز هنعمل بقى الصلصة والحشوات زي ما انتو عايزين طبعا في حشوات يعني كتير جدا تقدروا تاخدوا افكار لو تفرقتوا على الحلقات اللي احنا عملنا فيها الفيتزا احنا عملنا كزا حلقة فيها اشكال كتير جدا من الفيتزا تمام دي كده بالنسبة الفيتزا عندنا ايه تاني سواء حسين صباح الفل يا صباح الفل يا شيء صباح الجمال مختفي خالص يا سواء حسين لا انا والله الله يخليك هو شكل الطماطم رهيب يا شيء الله يخليك الله يخليك شوفوا عمين غدا ايه النهاردة دي جنبهب على طول قريبة من الطماطم المخللة شوية بس معمولة بطريقة مختلفة شوية صباح الجميل يا سواء ايوة الله يخليك لا تستميل يا جاشيف والله الله يخليك الله يخليك الله يخليك سلامنا لكل اسوان الجميلة الله يخليك الله يخليك تسلم أنا كده التماطم كده تمام جدا بالنسبالي هبدأ بقى ايه نحطها كده بالشكل ده بصوا اهو هرصها كده جنب بعض سواء خلاص انا كده هي بالنسبالي استوت خلاص سواء عايزة اقدمها كده حابين تزودوا شوية في الفرن تحروقوها كده من الوش شوية برضو تمام زي ما انتم حابين انا كده هي بالنسبالي تمام جدا حابين تزودوا برضو تمام اهو اوسع كده المكان التماطم التانية اوكي اهو كده التماطمية دي بقى ايه هاش نصيب اهي النبي اللي هنحطها اهي والبقى بقى بقيت البهريس دي هحطها بقى طبعا طول وش الخل بقى بالتوم بالفلفل بالكلام الحلو ده كل البهريس دي هبدأ بقى ايه اوزعها كده الشكل ده والله ممكن هدخلها الفرن شوية كده ايه تاخد لسوعة كده تبقى حلوة جدا اهو الشكل ده كده تعالوا نجاوب على المهلبية كده انا هدخلها الفرن تاخد وش شوية طبعا هي كده خلصت لو حابين تقدموها كده تمام حابين تدوها وش كده في الفرن زي ما انا هاعمل برضو تمام انا هاديها الوش الحلو بتاع الفرن ده ننظف بس البايريكس تعالوا نرد على المهلبية المهلبية هتجيبوا كيلو من اللبن هتدويبي فيه ثلاث معالق من النشا كبار و اه نص كوبات سكر او يعني على حسب لو حابة تقليلي او تزودي السكر على حسب الرغبة تمام وهتحطي عليهم فانيليا وتقلبي كل الكلام ده كده على البارد قبل ما تحطيها على النار وبعد كده هتقومي حطها على النار و مقلبة تقليب مستمر ممكن بقى تحطي معاها مثلا تدربي موز وتحطي معاها فكها فراولة وتحطي معاها بيوري تقدري بقى تشكلي وتنوعي زي ما انت عايز عايز تحطي مثلا عليها كاكاو خيم تخليها بالشوكولاتة يعني هي وصفة مفاشحة خالص هي بتقعبار عن لبن ونشا وسكر دي المهلبية حابة بقى تدي في عليها اي اضافات زيادة تقدري تعملي كده انا هدخل التماطم كده الفرن هديها تحميرة كده من فوق الوش تمام اهو بالشكل ده اشتركوا في القانق